السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن رسم الاستنسل باللون الاسود رسم الاستنسل باللون الاسود بمسدس الهواء او بمسدس الرش هنشتغل على الارضية فتحة واللون دوكو سيارات لون اسود والارضية الفتحة طبعا مدهونة لون بيج او اي لون حضرتك تحبه بس يكون فاتح عشان الاسود يظهر عليه هنحاول ان احنا نحدد الرسمة في البداية للي مش محترف مسدس الرش لحددها بالقلم الرصاص وبعدين يبتدي رش عليه حابب من خلال الفيديو ده الفيديو ده بسيط جدا وقته قليل جدا والرسمة قد تكون سهلة والمدة بتاعت الفيديو قليلها جدا وبدون منتاج بس حابب من خلال الفيديو ان انا اوجه رسالة شكر للاستاذنا الكبير والاستاذ ربيع الزيات آآ قناة ربيع الزيات متنوعة فيها شغل كتير جدا آآ ما شاء الله ربنا يا جزيه خير استاذ ربيع الزيات من اكتر الناس اللي دعمتني وساعدتني ان انا اهتم واطور في المحتوى بتاعي واطلعه بالشكل اللي يليق بحضراتكم بالمنظر ده اسيب لكم لينج القناة بتاعته ادخل وشوفه الفيديوهات عنده آآ هو طبعا غاني عن التعريف وغاني عن اللينكات هتكتب في سهيل البحث ربيع الزيات تتظهر لك القناة بتاعته آآ اشترك فيها لو عاجبك فيديوهاته ان شاء الله انا وصل ان هتعجبك شغله وهيعجبك طريقة الشرح بتاعته لانها مبسطة جدا وسهلة ومتناول اي حد انه ينفزها في بيته تمام نرجع تاني للفيديو آآ احنا رسمنا دلوقتي السنسل باللون الاسود حددنا الورود ورشنا عليها تمام بالمسدس للناس اللي كانت بتسأل ازاي المسدس بيطلع خط آآ آآ رفيع معاك بالشكل ازاي ما حضركم شايفين كده احنا بنفتح الهواء على الاخر وبنضغط نص ضغطة او ربع ضغطة على قبض المسدس اللي هي خروج البهيم طبعا فتحات المسدس كلها مفتوحة على الاخر معادة الشمسية بنقفلها خالص تمام وبتطلع معاك بالشكل ده بس حاول طبعا ما تكونش متوتر آآ اغلط مرة واثنين وثلاثة ما فيش مشكلة فيش حد بيتعلم من مرة واحدة لحد ما ايدك تاخد على المسدس وتحترفه بالشكل ده تمام المسدس اي بي تي آآ آآ فوليت اتش الفين البيانات بتاعته طبعا آآ انا بعتها لناس كتير وبسيبها في الكومنتات وهسيبها المرة دي في صندوق الوصف تحت الفيديو تمام اللي بسيط جدا زي ما انت شايف آآ آآ الدهان طبعا دوكو اسود لامع حاول تخلي ايدك انسيابية بقدر الامكان آآ ما تكتفش نفسك تمام حاول آآ تتحكم انت في المسدس ما تخليش المسدس تتحكم في ايدك لحد ما تتكن شغله ان شاء الله تمام اللي الرسمة عبارة عن فرع واحد ابتديني عملنا الثلاثة الثلاثة وردات الصغيرين دول وردتين صغيرين ووردة كبيرة في النص وصحبنا للسنسل من اليمين ومن الشمال بالشكل ده بعدين لقينا في فراغ فاضي ممكن تضيف في قطرات المية زي ما حضرك بتشوفتها في الفيديوهات اللي قبل كده ممكن تضيف فيها فراشات احنا هنكتفي بفراشة واحدة هنضيفها باللون الاسود طبعا الدكورات دي آآ ازواء وانواع كتير في ناس كتير بتحب الدكورات السيمبل البسيطة المدر واللمسات اللي هي ذات اللون الواحد وفي ناس بتحب آآ الالوان الكتير والورود الكتير والالوان اللي هي الورود اللي فيها الوان كتير طبعا كل واحد حر في زوقه وكل واحد زوق يحترم طبعا بس احنا بنحاول ننوع علشان نرضي جميع الازواء الخطوة التانية اللي بعد كده بعد ما رسمنا الاستنسل ابتدينا ننزلل او نرش الظل بتاع الرسمة بالكامل طبعا الرش كاتجاه واحد اللي هو اسفل الرسمة دائما اتجاه واحد كله الورقة اللي فوق من تحت والورقة اللي تحت برضو الرشها من تحت فعلشان تبين ان ده الظل بتاعه تمام ارجو ان الشرح كده يكون واضح اعتقد ان الشرح واضح للكل وعارف احنا ازاي بنعمل الشغل مجسم وبنطلعه مجسم كأنه آآ بارز عن الجدار او بارز عن اللوحة بيطلع طبعا بكل سهولة بالشكل ده بس آآ بعد كده بنخسر المسدس بتاعنا ونجيب لون ابيض اللون الابيض دوكو لامع برضو تمام ودينا تاتشات خفيفة في الجزء العلوي من الرسم ارجو ان الفيديو يعجبكم والكاكم على خير فيديوهات قادمة ان شاء الله الى اللقاء